السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا محمد اما بعد. اه النهاردة هنتكلم عن كم لغز كده جميل جدا اختبار للزكاء الخاص بك. تمام? العب زكاء جميلة جدا جدا. تقدر تختبر بها زكاءك. زي ما احنا شايفين التسع نقطة اللي قدامنا دول. عاوزين نقدر اه اه نربط ما بينهم كلهم بدون منسب نقطة الواحدة منهم من خلال اربع خطوط مستقيمة فقط. تمام? من خلال اربع خطوط مستقيمة فقط. وبشرط ان الخط يبدأ الخط التاني يبدأ من حيس انتهى الاولاني. تمام? يعني هنعمل كده مسلا. يبقى من هنا نكامل التاني. ولكن كده. ومن هنا نكمل التالت. ولكن كده. ومن هنا نكمل الرابع ولكن كده. تمام? يبقى عاوزين نربط ما بين التسع نقطة كلهم باربع خطوط مستقيمة بحيس يبدأ الثاني من حيس انتهى الاول. تمام? هندي مثال كهي وضح الموضوع ده. زي ما احنا شايفين ده ده غلط. يعني ده مثال. لان احنا سبنا نقطة هنا. سبنا نقطة ما اخدناهاش فصل الاربع. الاربع خطوط ده ماشي كده. ادي واحد هنا اتنين. تمام? تلاتة اربعة. يبقى لازم يمتهي او يبدأ التاني من الحسن انتهى الاولى. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. سبنا نقطة يبقى ده غلط. نسال تاني شان اوضح بيها الاختبار ده. هنا نفس الكلام. انا عامتها اعملت كده واحد. يعني نفعش اعمل كده. اهم رايح عامل ايه? اه كده. لا اه او كده. يعني كده او كده. لا لازم من حسن انتهيت هنا. يعني كده واحد اتنين تلاتة اربعة. الاسف سبسون وتوصين. انا عاوز اه عاوزين نوصل للحال. نحن نقدر نربط التسعة نقطة ببعض باربع خطوط نستقيمة. اه يبدأ التاني من حيس انتهى اللي قبله. يبدأ الخط ده من اول ده يعني كده ابدأ من هنا بقى اهو كده. تمام? ده الاختبار الاول. اتمنى والاجابة ان شاء الله نلاقيها في اخر الفيديو. اتمنى ان انت تحاول تحله مع نفسك قبل ما تروح لنهاية الفيديو. هنروح على الاختبار اللي بعد كده. كم عدد المسلسات الموجودة بهذا الشكل? كم عدد المسلسات الموجودة بهذا الشكل? عاوزين عدد المسلسات الموجودة? هتعدل المسلسات الموجودة في الشكل ده. وتقول لنا كم عددهم? طبعا اجابة هنلاقيها برضو في اخر الفيديو ان شاء الله. هنروح بعد كده للاعبة الزكاء اللي بعدها واختبار الزكاء اللي بعده. اللغزة جميل جدا. شايفيني الشكل قدامنا ده? عاوزين كل ضلع من الاضلاح يكون مجموعهم تسعة. احنا سهلنا وحطنا خمسة هنا. يعني عاوزين الضلع ده يكون تسعة. الضلع ده يكون تسعة من المسلس ده. ومن مسلس السحر ده يكون ايه? الضلع ده تسعة. ده المطلوب منك ان انت تخلي ده تسعة. مجموعهم تسعة. والضلع ده مجموع تسعة والضلع ده مجموع تسعة بشرط. بشرط. من واحد الى آآ ستة. يعني من واحد لستة. تمام? ما نزج ما وما نكررش الحروف. يعني ما فيهاش احط هنا واحد واجه احط هنا واحد تاني. في نفس الضلع. تمام? من واحد لستة. هو كده كده اه مش هانا اثنين او اربعة خمسة مش هانا فان نكرر الارقام لان هما ستة ارقام فقط. يبقى من واحد لستة وكل ضلع من اضلاع المسلس يكون عدده مجموعهم تسعة. هنعد هنسيب هنسيب سواء كده لغاية ما نبدأ ناديكم الحل. اتمنى ما تستعجلوش. اتمنى تراجع الحل مع نفسك وتحاول تختبر زكائك. وتحل الثلاث الغاز الجمال دول. ونبدأ بحل آآ اللغز الاول اللي هو كان عن ايه? كان عن تسعة نقطة اللي عاوزين نربطهم ببعض. الحل له. تبدأت حل ازاي? تابعوا معي. من النقطة دي? نرايحين كده. تمام? وتطلع لهن. جميل? قمت جاي كده. جميل? قمت. يبقى كده اتنين. ادي واحد. اتنين. تمام? وادي تلاتة. وادي اربعة. اربعة. هي بقى كده ايه? ربطنا ما بين التسعة نقطة. باربع خطوط مستقيمة. ومتتلية. بقى دي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. تمام. الحل اللي بعده كان حل السؤال كان عن العدد المسلسات الموجودة في الشكل. الحل خمستاشر مسلس. تعالوا نعدهم مع بعض. نرجع. تمام? وجينا نعد واحد اتنين. هناخد ركن ده. وده تلاتة. ونفس الكلام هنا. واحد اتنين وده تلاتة. تمام? يبقى ركنين دول تلاتة. الاتنين الصغيرين والكبير. دي ركنين وتلقوا نفس الكلام هنا الركن ده. واحد اتنين والكبير تلاتة. يبقى كده كم? تلاتة تسعة. تمام? تسعة. وانا اعد ده عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر. والكبير ده اربعتاشر. تمام? والكبير كله يبقى خمستاشر. يبقى نعد تاني مع بعض. واحد اتنين تلاتة. يبقى ده كبير واحد. وجوه اتنين. وده كبير. الركن ده كبير. ثلاث وجوه اتنين. يبقى ستة. وده الركن ده اتنين. جوه. والكبير نفسه يبقى تسعة. والداخلي واحد اتنين تلاتة اربعة جوه. تمام? يبقى تلاتاشر. والكبير نفسه اللي هو ده اربعتاشر. وكبير كله اللي هو ده خمستاشر. هنروح بعد كده اللغز الاخير لغز الارقام ستة ارقام ومجموعهم تسعة. هنحط هنا واحد تمام? هنحط هنا اتنين. هنحط هنا تلاتة. يعني هنا اربعة وخمسة. جينا نجمع. واحد وخمسة ستة وتلاتة تسعة. والضلع ده تلاتة واربعة سبعة وتنين تسعة. والضلع ده تنين وستة تمانية واحد تسعة. بكده حققنا الشروط من واحد لستة. وكل ضلع مجموعه تسعة. اتمنى تكون على عبز زكاة عجبك. واتمنى ما تجاوبوش. ما تكونوش غشيتو او ما جاوبتوش الا بعد ما اختبرتو زكاكم. وان شاء الله هنحط اخبارات تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.